السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعزائي اسرة قناة اتعلم انجليش اونلاين. اعزائي طلب الطالبات الصف الاول الثانوي. اهلا بكو في حلقة جديدة من ركن المناهج التعليمية مع ميز صابرين وتعلم انجليش اونلاين. النهاردة ان شاء الله هناخد مع بعض يونت تن. كل الخاص بيونت تن ان شاء الله. ايه هو الخاص بيونت تن? بنتكلم عن يعني ايه يعني الكلام المباشر وغير المباشر. لو انا مثلا بتكلم معاك وبقولك انا بحب الانجليش. فانا بتكلم كده بطريقة مباشرة جدا معاك. الكلام طالع من فمي مباشرة ليك. فده هيبقى كلام مباشر مني ليك. اما بقى لو انت اخدت الكلام مني وروحنا قلناه لحد تاني وقلنا ميز صابرين بتقول ان هي بتحب الانجليش. في الحالة دي الكلام ده بقى ايه? بدل ما هو طالع مني مباشرة بقى indirect. طالع مني ووصل لحد تاني بس بطريقة غير مباشرة. مش عن طريق انا مش من لساني مباشرة. لا. ده عن طريق حد تاني هو اللي بلغ كلمي. فبالتالي اصبح الكلام indirect. كلام غير مباشر. اتوصل عن طريق حد تاني. يبقى ايه الفرق بين indirect والindirect? الdirect اللي انا بقول الكلام مباشرة للشخص اللي قدامي بيطلع من فمي او عن لساني مباشرة لحد قدامي. اما ال indirect اللي الكلام ده بيتبلغ بواسطة حد تاني. هو كلامي او اللي بيتبلغ بس عن طريق حد تاني. فبالتالي في حاجات كتير بتتغير فيه. الحاجات دي انا عرفها دلوقتي عملي. نومبر وان عندنا الستاتمنت. اهي الستاتمنت اللي هي الجملة الخبرية. احنا في الانداريكت او عندنا اكتر من نوع وليهم اكتر من طريقة للتحويل. يعني مسلا لما حول الكلام من مباشر لغير مباشر من لو عندي جملة عادية خبرية فاعل فاعل مفعول. جملة عادية جدا بحولها بطريقة. ولو عندي سؤال بحوله بطريقتين. ليها طريقة. ولو عندي امر ليها طريقة تاني وهكذا. فاحنا موضوعنا في هو في الجملة العادية الخبرية وفي في الاسئلة بنوعية. ليسؤلنا كوستن والدابلي واتش كوستن. هنبدأ دلوقتي بالستاتمنت بالجملة الخبرية. لو عندي جملة عادية جدا. انا بقولها لك. ازاي يحولها من داريكت لان داريكت. عمر بيقول انا بحب السمك. طيب لو احنا بقى روح نقولنا لحد تاني. عمر بيقول انه هو بيحب السمك. يبقى احنا كده حولناه من داريكت لان داريكت. ايه الخطوات بقى اللي هنتابعها عشان نحول الجملة دي من داريكت لان داريكت. نمبر وان. عندي الفورب سيد. اللي هو فعل القول بيتحول لسيد زي ما هو. بينزل زي ما هو. اما لو سيد تو بتتحول لطول لحاجة تانية هناخدها بعد شوية. لكن لو سيد جايل واحدها بتنزل سيد زي ما هي. يبقى فعل القول لو جايل واحده كده مفيش بعده مفيش بعده حرف الجر تو بنزله زي ما هو. يبقى اللي قبل الاقواس هنزله زي ما هو هيبقى عمر سيد. نمبر تو بحذف الاقواس بحذف القوسين اللي عندي وبحط مكانهم ذات. بربط اللي قبل الاقواس باللي بعد الاقواس بكلمة ذات. بعد كده بعمل ايه ببص على الطمائر اللي عندي. فبشوف لو عندي ضمير اييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ولكن من الثابرين بتقول إن هي بتحب الإنجليل يبقى أنا اتحولت لإيه على حسب الشخص اللي بيتكلم لو المتكلم ولد الآي هتبقى هى لو المتكلم بنت الآي هتبقى شي وهكذا. فهنا طبعا عمر ولد فالاي هتبقى هي. يبقى تاني هنرجعون بسرعة. اللي قبل الاقواس لو ما عنديش بعد فعل القول تو بنزله زي ما هو. يعني لو عندي ساد هتنزل ساد زي ما هي. تمام? بعد كده بحضف الاقواس واربط بذات. نومبر ثري بحول ضمير اي على حسب الشخص الاوليني. اللي هو بيتكلم المتكلم. نومبر تو التنصز اللي عندي او الازمينة اللي عندي بتتحول برجع بيها درجة بالزمن. برجع لورى درجة. ازاي? يعني لما انا باتكلم مباشرة معاكم وبقول لكم انا بحب الانجليش. مسلا. فالكلام ده في في المضارع. لكن انتم لما هتروحوا تبلغوا كلامي انا هبقى خلاص قلته. فالمضارع هيبقى ايه? هيبقى موضي هيبقى فات لان انا هبقى قلته. فانتم بالتالي روحت وبلغتوه بعد كده. فكلامي اللي هو كان في الحضب دلوقتي واحنا بنتكلم مع بعض. لما انتم هتروحوا تبلغوه هيبقى خلاص كلامي ده اصبح ايه? موضي. فهارجع درجة بالزمن الورى. يعني المضارع هيبقى موضي. والباست سيمبل هيبقى آآ باست بيرفكت. الباست سيمبل هيبقى باست بيرفكت. الموضي البسيط هيبقى موضي تيم. طب مضارع آآ تيم هيبقى موضي تيم. طب هتبقى ود. شال شود كان كود. اي حاجة عندي بريزنت هجيب الباست بتاعها. طيب طب هجيب الباست بتاعها هتبقى ايه? هتبقى العايد. يبقى هيتحول لايه? لباست. برجع درجة بالزمن الورى. هتبقى العايد. فش هتنزل زي ما هي فش تغير. واحط فل يبقى بسرعة كده. فعل القول ينزل زي ما هو لو ما فيش بعده تو. لو في بعده تو هننزله تو. هحزف الاقواص واربط بذات. الضمائر اللي عندي اي هتبقى على حسب المتكلم. لو المتكلم ولد الاي هتبقى هي. لو المتكلم بنت الاي هتبقى شي. بعد كده التنزز او الازمينة اللي عندي برجع درجة بالزمن الورى. المضارع هيبقى موضي. الموضي هيبقى موضي تيم. هرجع درجة الورى. خلاص? طيب. ناخد جملة تانية بيقول لي I'm watching a fall. هي بتشرح وبتقول انا بتفرج على الفيلم. طيب. هنا ممكن تيجي بدل ممكن يجي يعني ممكن يجي اي فعل تاني غير او بينزل زي ما هو مدام ما فيش بعده تو. فسواء بقى جي فعل القول في الاخر او جي في الاول هو هو ببدأ بي. يعني انا هنا جي في الاخر فهبدأ بي في الاول. فهقول she explained. طيب بعد كده هعمل ايه? هنيحزف الاقواص ونربط? ها? بذات. number two. الاي بتتحارف ولا على حسب الايه? اللي بيتكلم. هنا اي. مين اللي بيتكلم? شي. يبقى الاي هتبقى ايه? هتبقى شي. طيب احنا قلنا البرزنت بيبقى ايه? طيب هنا ايه هجيب الباست بتاع اللي هو واض. watching هعمل فيها حاجة? لا مش هعمل. ليه? لان انا بحول ال helping verb فقط. ده طبعا انا عندي ازمينة مركبة كتير قوي. اي زمن في helping verb plus main verb يعني فعل مساعد وفعل اساسي ده بيبقى فعل مركب او زمن مركب. فبالتالي انا لما بحول بحول الفعل المساعد برجعه الماضي. مش هحول حاجة تانية بقى. ما انا كده عملت ماضي من الزمن. يعني مسلا لما اقول i'm watching i'm watching هنا ده present continuous. لما حوله هيبقى was watching هيبقى past continuous. يبقى انا كده جبت الباست ابتقاه. طب قال لي can watch مثلا اي كان هتبقى could ونزل واتش زي ما هي. يبقى انا النقطة دي مهمة جدا. عشان ما نعودش نحفظ present بيبقى past. الباست بيبقى ايه? لا احنا بنرجع درجة بالزمن. بنخلي دايما present past. ما بنحفظ الازمينة بقى بتتحول لي ايه? عشان في كتب خارجية جايبة جدول طويل عريض كل زمن تحويله ايه? في ال indirect. لا انا اعرف ان اي زمن هيجيلي هحول المساعد ال helping verb عندي هخليه اجيب الباست بتاعه. بس يبقى انا كده حولت الزمن ده. اكسبت طبعا ال present simple هحطه في past simple هحط له ايدي او روشات زي احنا حافظينه. طيب عندي past simple هحط له head بلاس ال pb. ال past simple هيتحول ل past perfect. اي حاجة تانية هجيب ال past بتاع helping verb. يعني هنا الان بقى ادواز ونزل من verb زي ما هو. كان هتبقى كده ونزل من verb ولا هتبقى وده ونزل من verb وهكزا. طيب نكمل افل ما فيهاش اي تغيير هنزلها واحط full stop يبقى انا كده حولت. يبقى انا عملت ايه? جبت فعل القول سواء في الاول او في الاخر بجيبه في الاول. هحزف الاقواس وهربط بذيت. هحول الضمير الاي على حسب اللي بيتكلم. اللي بتتكلم شي فالقي هتبقى شي. اللي بيتكلم هي فالقي هتبقى هي. بعد كده الزمن اللي عندي بحول ال past. لو معي helping verb بحول helping verb. present لpast. وبس وبكمل البقي. طيب ناخد بقى امثلة تانية مختلفة عشان فيه حاجات تانية هناخدها بقى اه بعض الملاحظات او الحاجات بقى اللي احنا لما نشوفها ممكن نغير حاجة تعنيه. هنقوها دلوقتي. يلا بقى بينا نكمل مع بعض. قلي set to noha. I bought a car yesterday. قل هنا قلت ايه? set to. مدام بقى عندي set to. هنحولها الى told. يبقى set بس تنزل set. لكن set to بنزلها told. اي حاجة بعدها to فعل قول قال لي explain to. هنزلها told. خلاص. يبقى اي حاجة كده فيها. فعل قوله بعدي to. والobject كده. يعني عندي اهو حد بيتكلم متكلم وبعدين set to. وبعدين عندي مخاطب حد بيخطبه. فset to هتنزل told. طيب اي فورب تاني بعدي to برضو هنزلها told. لكن لو الفورب جاي لوحده ما فيش مخاطب هنا وجاي لوحده كده هينزل زي ما هو. يبقى هنا set to هتنزل told. هيبقى علي told. نهى. يبقى ده number one. فعل القول لو جاي من غير two without two بينزل زي ما هو. يه بعدي two بنزله طول. number two بحزف الاخوة سواربوت بايه? بذات. number three ها الاي على حسب الايه? الاولاني. اللي هو الايه? المتكلم اللي عندي. الاولاني اللي بيتكلم ده مين? علي. يبقى الايه هتبقى ايه? هي. عشان علي ولد. فهتبقى هي. number three برجع خطوة بالايه? بالزمن الورا. ال present بيبقى past. طيب. ال past بيبقى past perfect. طب انا عندي هنا boot. boot هنا past sample. يبقى انا هحولها الايه? past perfect. هخليها head plus el pp. فهتبقى head boot. ما هي? boot? ال pp بتاعه برضو? boot. فهنحط head. boot. يبقى انا كده حولت التنس اللي عندي. past past perfect. بعد كده فاضل اكار. بعد نزلها زي? ما هي? بعد كده في عندي كلمة yesterday. yesterday دي بقى من الكلمات اللي موجودة عندي الجدول. موجود في اي كتاب خارجي هتلاقوه. لازم نحفظه. بعض الكلمات لما بتيجي في ال direct واجه حولها ال indirect شكلها بيتغير. يعني yesterday هتبقى the day before. اه tomorrow the next day. today that day. this that. وهكزا. فده بيبقى مجرد جدول بيبقى حفظه موجود في اي كتاب خارجي هتلاقوه مع شرح ال report speech. تمام? في yesterday بتتحول دايما لكلمة the day before لما نجي نحولها. the day before. بس خلاص يبقى كده دي كل الخطوات بقى اللي احنا كانت ناقصة يعني هنا كان فيه ناقص ان هي set to تحول ل told. والكلمات اللي زي yesterday هتتحول ل the day before او حسب الجدول بقى حسب الكلمة اللي هتجيلي. يبقى number one. فعل القول. بينزل زي ما هو. لو بعدي two بنزله told. number two بنحزف الاخوات ونربط بذات. number three لو عندي i بحولها على حسب الشخص المتكلم. لو ولد بتبقى hi لو بنت بتبقى she number three number four number four number four برجع درجة بالزمن لورا. present بيبقى past والpast بيبقى past perfect. اي حاجة تانية بعمل ايه بحول helping verb من present to past. كان تبقى could. well تبقى would. اه may تبقى might. وهكزا. اخر حاجة number five لو عندي بقى كلمة من كلمات الجدول المفروض ان احنا هنحفظ الجدول بحولها على حسب بقى yesterday the day before tomorrow the following day of the next day today that day وهكزا. نجي هنا هي set هتنزل ست زي ما هي عشو مفيش بعدها two. هنحزف الاقواص ونربط. that. الاي على حسب اللي بيكلم اللي بيكلم ايه? he. تبقى الاي هتبقى? he. well. انا هنا عندي future. well plus infinitive. وانا قلت اي زمن مركب? هم? بنعمل في ايه? بنحول helping verb بس. نخليه نجيب بتاعه. فقط. ونسيب زي ما هو. فقول بتاعها هتبقى wood. طب انا حولت وقل خلاص حلتها wood. ينفع حاول البعدها? لا بنزله زي ما هو. هتبقى باقي. واكمل بس خلاص. ده كل ما يتعلق معادة ملحوظة صغيرة. ايه هي? في بعض الحالات ما ينفعش نغير فيها. يعني ما بنرجعش درجة بالزمن لوارها. بنسيب ان الزمن زي ما هو. present بيفضل present. ال past بيفضل past. امتى? نومبر وان لو انا بتكلم عن حقيقة مش هتتغير. في الحالة دي بسيب ال present زي ما هو. ازاي? يعني انا هنا قلت. القرى الارضية دائرية. هل القرى الارضية كانت دائرية ودلوقتي حاجة دانية? ما ينفعش غير present هنا ال past ما ينفعش مش كانت دائرية ودلوقتي اتغيرت. فدي حقيقة. مدام حقيقة بتنزل زي ما هي ما بغيرش ايه ما بغيرش الزمن اللي عندي. يبقى لو عندي الجملة بتدل على حقيقة بنزلها زي ما هي ما بغيرش الزمن. ودي نومبر وان. لو هنعمل ايه? هنقول ايه? ست وهتنزل ايه? تنزل طالد. هتبقى اماني. طالد مين? هنحزف الاقواص ونربط بذات نفس الخطوات. معادة الزمن. بنسيبه زي ما هو. اما غير كده بنعمل نفس الخطوات اللي احنا تعودنا عليها. هنربط بذات. هنزل بقى ارث. هتبقى ازاي ما هي? بنحط بس. دي نومبر وان. في حالتين تاني برضو التنزل بيفضل زي ما هو. يبقى اول حالة عندي ايه? لو عندي الجملة بتعبر عن حقيقة مش هتتغير. حقيقة سابتة. الحالة دي بسيب الزمن زي ما هو مبغيروش. نومبر تو هنقول دلوقتي. نجي بقى للحالة التانية. وهي لو كان فعل القول اللي هو ساد مش ساد. لو كان في حالة يعني سيز. او ساي. فلو كان في الحالة دي بسيب التنزل زي ما هي. يبقى نومبر وان لو عندي حقيقة سابتة. ما مش هتتغير. بس ريب التنز زي ما هو. لو عندي فعل القول في مش في بسيب برضو التنز او الزمن زي ما هو. بسد مدام فعل القول في حالة بسيب التنز زي ما هو. فهنبقى ايه? ها? هينزل فعل القول سيز. هتنزل سيز. زي ما سيد نزلنا سيد. سيز برضو هتنزل سيز. بعد كده هعمل ايه? هادف الاقواص واربط بذات. نفس الخطوات. بس بس تنسي بس هولوش بغير. هنربط بذات. الاي على حسب الايه? المتكلم. المتكلم علي الايه هتبقى هي. بعد كده عندي ايه? لايك. لايك ده زي ما هو. فاكرين الجملة دي خدناها في اول حاجة. فاحنا حولنا لايك لايك للايك عشان كان عندي هنا سيد. كان عندي فعل القول فبالتالي حولت رجعت خطوة بالزمن. لكن لو فعل القول عندي بيفضل التنز زي ما هو. فهتبقى برضو. بس الفرق ان انا عندي الاي خدت لكن مع الهي في بعمل ايه? الهي شيئت بحط البرب اس. فبالتالي هتبقى العكس. هتبضل زي ما هي بس حطنا لها قصة عشان هنا بقت مع الهي مش مع القوي. وبعد كده فاش هتنزل زي ما هي. طب دي نمبر تو. نمبر سري ايه? لو لقيت اي من دي في الجملة بدأ بيها الجملة بس يبت زي ما هو. اي هي دي? لو لقيت اي واحدة بدول موجودين في اول الجملة. الجملة بدأ باي من دول بس يبت تنس برضو زي ما هو. زي ايه? عندي هنا اي وش اي دي دينت واست ماي تايم. سارة. سيد قل. نمبر وان زي ما قلنا. فعل القول. سواء جي في الاول او في الاخر ببدأ بيه. فسيد علي هتبقى علي سيد. بس هنستنى سانية واحدة. انا عندي هنا ايه? في اخر الجملة عندي سارة. عندي اسم. في عندي كمى وبعد الكمى عندي اسم. فبالتالي لما يبقى الجملة تنتهي بكمى وبعدين اسم كده. فكده كأن علي بيكلم سارة بالزبط. وعلي هنا بيكلم سارة. فسيد هتعتبر سيد تو. وبعدها سارة. فهنعمل ايه? سيد هتنزل توت. والاسم اللي جوه الاقواس في الاخر ده هنزله برا الاقواس. هخرجه برا الاقواس بعد علي. يبقى علي طول سارة. هقولها تاني. لو الجملة اللي عندي انتهت بكمى وبعدين اسم. فالاسم ده يبقى هو ده الشخص اللي احنا بنكلمه. بنخطبه. فهنطلعه برا. وفعل القول هيتحول لطول في الحالة دي. وهنقول مثلا بدل علي سيد هيبقى علي طول وهجيب الاسم اللي ايه? اللي في الاخر جوه الاقواس هخرجه برا الاقواس. يبقى علي طول. علي طول سارة. وبعد كده هحزف الاخواس واربط بالذات عادي جدا. واكمل الجملة عادي جدا. بس من غير سارة لان انا خلاص سارة طلعتها ايه برا. طبعا اي اسم مش بازم سارة يعني. طيب. عملت ايه? حزفت الاخواس وربطت بذات همشي على نفس الخطوات. الاي هتبقى على حسب اللي بيكلم اللي بيكلم علي فالاي هتبقى هي. طبعا انا هنا بتكلم في زمن الباست الماضي عندي هديدن تويست. فوش هحطها برضو في الباست لان الجملة هتبقى باست. فهقول بعدها هتنزل زي ما هي بس الاي هيبقى ايه? هيبقى هي على حسب الاولين. فالاي هتبقى هي وهنزل زي ما هي. طيب انا عندي ماي ماي هتبقى على حسب ايه? اللي بيتكلم. اللي بيتكلم علي علي هيقول ماي? علي ما بيتكلم عن نفسه بيقول ماي لكن لو انا قلت بقى هو مش عايز ضيع وقته. ماي طيب ما تبقى ايه? هتبقى طاعم الماي هتحول على حسب اللي هي اللي بيتكلم. فالملكية بتاعة اللي هي ايه? هز. هيبقى هز طاعم. علش بقى مفيش مكان. بس خلاص. اه الحاجة بس اللي ممكن تلغبطنا ان انا بحولها عشان الجملة في بس مش اكتر. يعني الزمن هيفضل زي ما هو بس ما عدا هتنزل وجد. بس والتنس هيفضل زي ما هو بقى اللي هتبضل زي ما هي. يبقى او التلت حالات اللي عندي. ايه هما? لو عندي حقيقة سبتة مش هتتغير. في الحالة دي بسيب التنس زي ما هو. بغير كل حاجة ويمشي على كل الخطوات مع عدد التنس مبرجعش درجة بالزمن لورك. بسيبه زي ما هو. البرزنت 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 البرزت بس. نومبر تو لو عندي فعل قول يعني سيز بدل سد. في الحالة دي برضو هاسيب التنس زي ما هو. نومبر ثري لو عندي ايه من الاكسبريشنز دي اللي هي اه اي واحدة منهم هعمل ايه? ها اغير هاسيب التنس زي ما هو برضو. هاسيب التنس زي ما هو. ها دي ثري كيس. هسيبقى كده. خلصنا كل ما يتعلق بالستاتمنت والملاحظات بتاعتها او الاكسبشنز الاستثناءات بتاعتها. آآ يلا بقى بينا ندخل على الكوستشنز بالنوعين بتوعه. سواء او ال يس او نو كوستشنز. دلوقتي بقى هناخد ال يس او نو كوستشنز. اول حاجة السؤال اللي اجابته بيس او نو. هناخد بعض الخطوات هتختلف شوية بس باقي الخطوات هتبقى زي ما هو. يعني اول او تاني خطوة كده هم اللي ها يختلفوا وبعد كده باقي الخطوات هتبقى زي ما هي. طب يلا نشوف. نمبر وان هناخد ال يس او نو كوستشنز. الاسئلة اللي اجابتها بيس او نو. اول حاجة سد هتنزل هنزل سد يعني سد يقول هنزلها يسأل او يتساءل. ممكن تبقى ممكن تبقى يعني يستفسر يعني او يتساءل برضو. وممكن تبقى يعني يريد ان يعرف. يبقى سد ممكن تنزل يسأل ودي في الغالب يعني تمامين في المية بتبقى وممكن بدل نحط او نحط وانت وكلهم بمعنىهم معنىهم يسأل او يتساءل. طيب هنقول علي سد هتنزل بعد كده هنحزف الاقواس بس مش هنربط بذات. هنربط او والاسهل طبعا نكون تربطه بف بس احنا هنكتب او عشان لو جات لنا في السؤال نبقى عارفين ان هي هي اف ودي اداة ربط بتربط السؤال اللي هو اجابته بيس او نو. بنستخدمها بس في حالة زي ما في استخدمنا ذات في الربط بدل الاخواس في اليس او نو كواشن بنستخدم بدل ذات بنستخدم اف او او اي واحدة فيهم هتنفع تمام بعد كده بعمل ايه بعد كده الخطوة المهمة جدا 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 بحول الجملة الاستفهمية دي جملة السؤال لجملة ستتمنت خبرية كاني بجاوب السؤال بعمل مقص لو عندي فعل مساعد هعمل مقص ازاي? وطبعا اكيد في فعل مساعد بس ايه مقص دي اكسبت الدو والدازو الداد الدو والدازو الداد دي انا بجيبها من دماغي فهنشوف هنعمل فيها ايه دلوقتي لكن اي تاني اكسبت الدو والدازو الداد بعمل كروس يعني will you هتبقى you will يبقى انا كده حولت الجملة الجملة عادية خالص you will buy this t-shirt حولت جملة السؤال لجملة خبرية عادية بعد كده بقى بمشي على خطوات لستيتمنت ما انا حولتها لستيتمنت فبامشي على خطوات لستيتمنت الجملة الخبرية نفس الخطوات اللي احنا تعلمناها مع بعض يعني you على حسب المخاطب اللي انا بكلمه طب هو هنا مش بيكلم حد مش جاي باسم حد بيكلمه يبقى اكيد بيكلمني هتعتبر you هتبقى i كأنه بيكلمني انا لكن لو جاي باسم يبقى هنشوف الاسم ده اللي والد ده تبقى هي لو بنت هتبقى شي اكسبت كده لو مش جاي باسم حد يبقى هتعتبر ان هو بيكلمني انا مي فهنا you هتبقى i ان هو بيكلمني انا طيب بعد كده اول هجيب الباست بتاعها ما انا برجع درجة بالزمن اللي وراء فالويل هتبقى بعد كده باي هتنزل دائما هي احنا قلنا الفعل المساعد بس هو اللي بتغير بعد كده this في الجدول بتبقى ذات لما لقي this بحولها الذات والتي شيرت هتنزل زي ما هي بس خلاص صعبة لا طبعا مستعبة يبقى احنا هنعمل ايه اول حاجة فالقول اللي عني said مش هنزله said زي الجملة الخبرية لا هنزله asked او wonder او wanted to know وفي الغالب هتبقى asked said تنزل asked خلاص number two هنحزف الاقواس ونربط بif او weather والاسهل if number three هنحول الجملة بتاعت السؤال بجملة عادية خالص كأني بجاوب سؤال بس في فرق ان انا في اجابة السؤال اليو بتنزل i لكن هنا اليو بتفضل يو زي ما هي لان انا ما بجاوبش انا بحول بس الجملة بدل will you هتبقى you will بدل is he هتبقى he is بدل are they هتبقى they are هتبقى you will هتبقى 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 من المؤسطة هتبقى 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 اللي جملة الى الحالة بالضماءر بتتحول والازمينة بتتحول والكلمات بتاعت الجدور بتتحول بس طيب تعالوا مكمل is anyone here he asked these are اي لي اسكت فهو كده ريحني بنزل اسكت زي ما هي. يبقى لو جايب لي اسكت بنزل زي ما هي. يبقى هي اسكت. هحزف الاخواص واربط? ها. طبعا مش هكتب الاتنين هكتب واحدة بس فيهم. انا هنا كتبت الاتنين عشان يبقى عارفين شكلهم. بعد كده هعمل ايه? هحول الجملة لجملة عادية. انا عندي هنا اذ. فهعمل ايه? هعمل بدل از اني وان هيبقى اني وان از. يبقى هنزل اني وان. طب از دي بريزنت هخليها ايه? هتبقى طبعا هنا ايه? اني وان ده مفرد فاحولها لايه? فاز هتبقى واص. اللي بتيجي مع المفرد. طيب عندي هي رحزة بالجدول لو لقيت هي بتتحول ل في بس خلوص. عملت ايه? نزلت زي ما هي? هحزف الاخوة هعمل معص. هحول الجملة من جملة استفهمية الخبرية. بدل از اني وان هتبقى اني وان از. بس خلوص نزلت اني وان. از دي بريزنت هجيب بتاعها اللي هو واص. لو في كلمة حسب الجدول في الجدول هير بتتحول لدير. مفيش كلمة خلوص بنزل الباقي زي ما هو. اه طيب ده لو السؤال فيه عادي. غير دو والدز والدد. بعمل معص وبنزل بحاول الجملة عادية خمس. طيب لو في دو والدد هعمل ايه? هحزفهم. لان انا اصلا هجيباهم من دماغي في السؤال. اما بلاقي الفرب في البريزنت ببدأ بدو او دز. ولو بدأت بدز بشيل الاس. لو الفرب في الباست بعمل ايه? ببدأ بدد واشيل ايه? ال اي دي او رجعه لمصدره. فبالتالي انا جايبة الدو والدز والدد من دماغي اصلا. فلو بولي في السؤال بحزفهم. فانا هنا هحزف الدو. طب لو جاتلي دز. هحزف الدز وحط اسم الفرب. ولو جاتلي دد هحزف الدد وحط الفرب في الباست. وهكزا. يعني برضو هحولها الجملة. دينا سد. هتبقى دينا ايه? ها? اسكد. اسكد هنا فيه في الاخر اسم. كما وبعدين اسم. فهجيبه ايه? هطلعه برا لايه? الاخواس. هجيبه هنا قبل الاخواس. يبقى دينا اسكد سألت مين? سألت مونة. اسكد مونة. وخلاص بقى مش هستخدمه جوة تاني. انا جبته برا. هحزف الاخواس واربط بايه? افقى واذر. بعد كده اليو على حسب الايه? المخاطب التاني. اللي هي مونة. مونة دي شي. يبقى اليو هتبقى شي. طب انا عندي get up. هجيب الباست بتاعه بقى. هيبقى got up. هتبقى got up. ارور دي هتنزل زي ما هي. ما بتتغير. بس خلاص. يبقى عملنا ايه? ساد هتنزل اسكد. لو في اسم في الاخر بنزله قبل الاقواس. لان هو ده اللي مخاطب بكلمه. بحزف الاقواس اه اليو بتبقى على حسب الشخص المخاطب اللي انا بكلمه. هي هنا بتكلم هنا. فبالتالي اليو هتبقى شي. طب لو اي. طب على حسب الاولين ليه دينا. برضه هتبقى شي. بعد كده الازمينة بتتغير. ال present بيبقى past. فانا عندي get up هحولها ال got up. وبعد كده اوفيد الحاجة باكتبها ما بضلش حاجة خلص. هو ده طريق التكوين او تحويل السؤال من direct ل indirect في ال yes or no questions. طيب ندخل بقى على ال wh questions ونشوف هنعمل ايه? نجي بقى ال wh questions وهي نفس طريقة ال yes or no questions بس بتختلف في حاجة واحدة بس. ان انا ما بربطش بif or wither. بربط بادات الاستفاهم اللي عندي. يعني بدل ما اربط بif or wither لأ بحزف الاقواس وبربط بادات الاستفاهم اللي عندي. لو عندي اداة الاستفاهم هو هربط بهو. عندي وان هربط بوين. عندي where هربط بوير وهكزا. بس لكن نفس الطريقة. تعالوا انت طبق. why has she arrived home late? asked ali. هتبقى ايه? ali? asked. هنحزف الاقواس ونربط بادات الاستفاهم اللي عندي. عندي اداة الاستفاهم واي. يبقى هربط بواي. بعد كده هعمل ايه? هلوط بقى انا ربط بواي شلتها. هعمل ايه بقى في الجملة اللي عندي? هعمل cross. هحولها من جملة خبرية من جملة استفاهمية لجملة خبرية. يبقى هتبقى كده. بدل هاشي هتبقى she has. خلاص حولتها. خلاص بقى. همشي على خطوات الاستيتمنت العادية. ها. الشي انا الشي بنزلها زي ما هي. انا الاي واليو هي اللي بحولهم. الشي هتنزل زي ما هي. طب الهاز ها? هتبقى هاد. غيرت اللي هالبنك فورب من بريزنت خليته هغير المين فورب? لأ. بغير هالبنك فورب بس. هتنزل زي ما هي هات. هم ليت. فيش اي حاجة تاني تغير. طعبو? لا طبعا سهلا. طيب. يبقى اعملنا ايه? بننزل علي اسكت. هنحزف الاقواص ونربط بقى دات الاستفاهم اللي عندي. بحول الجملة الاستفاهمية الجملة خبرية. بدل هاشي هتبقى شي هاز. بعد كده بمشي على خطوات الاستيتمنت. الزمن بحوله من بريزنت لباست. عندي هاز هتبقى هاد. ومدام غيرت الفعل المساعد زي ما قلنا. بس يب الفعل الاساسي زي ما هو. لو عندي ضمير اي او بغيرهم. ما عنديش خلاص. ننزلها على اللي بعدها. اسكت امير. تبقى امير اسكت. طيب نكمل. هنحزف الاقواص ونربط بقى دات الاستفاهم اللي عندي. عندي هاو. بقى اربط بهاو. هنعمل ايه انا عندي هنا داد بقى? هعمل مقص? لأ انا مش هعمل مقص. الدود ده زود داد ما بعملش فيها كراس. بعمل ايه? بحزفهم خالص لان انا اصلا جايباهم من دماجي. هحزف الدد بس ما دام حزفت الدد احط الفورب ده فين? في الباست! لا يبقى انت. ما دام حزفت الدد لازم احط الفورب اللي عندي في. لان الدد هنا علامة فما اقشي لها يبقى. لازم احط حاجة دول الجملة دي باست فاح حرق في فتبقى انت. خلاص? بعد كده leader على حسب المخاطب. طب هو هنا مش جايبلي المخاطب. هو بيخاطب مين? بيخاطبني انا يبقى اليو هتبقى ايه i went the past past simple هتبقى ايه هتبقى past perfect had plus bb احنا قلنا present simple present perfect ما احنا قلنا present simple هتبقى past simple past simple هتبقى past perfect خلاص اي حاجة تانية هنغير helping verb فقط طيب ال went هتبقى ايه هنحط had plus bb يبقى had وال bb بتاع go went هيبقى يبقى كده حطناه past perfect بعد كده هكمل tabu yesterday yesterday دي كلمة من كلمات الجدول بتبقى و بس خلاص كده خلصنا كل ما يتعلق به report speech و خلصنا بكده كل بتاع دلوقتي بقى ها اختفمي الشاشة وندخل على شاشة الكمبيوتر عشان ناخد اسئلة عملي على اللي احنا قلناه ونشوفها نجاوها ازاي بس قبل ما ندخل على شاشة الكمبيوتر لو لسه مشتركتش في القناة تنزل بسرعة تشترك في القناة تطفع على الجرس عشان اي فيديو ينزل يوصل لك اشعار بيه بس لا مش بس لازم نشاير الفيديو مع كل صحابنا في كل الجروبات اللي احنا مشتركين فيها عشان كل يستفيد ونسهل عليه التنز زي ما احنا شفناه وبقى سهل بالنسباننا يبقى سهل على صحابنا كمي يلا بقى نحلل الاسئلة هنطبق بقى دلوقتي من خلال الاسئلة مدام ربطت بذات هتبقى دي جملة ايه خبرية يبقى احنا هنا هنعمل ايه هنحط طيب ممكن بس هنا في ايه في مي في مفعول مدام هنا في يبقى لازم احط ايه هحط طولد ليه حط الطولد عشان احنا قلنا لما يبقى فيه يبقى فيه فبتبقى تعتبر فبحولها الايه لطولد هتبقى المدير اخبرني ونكمل الجملة يبقى اما لاقي فيه object هحط ايه هحط طولد مدام هي محولة وعندي كلمة ذاتة هي نمبر تو ركايا ركايا ايه وذر مدام فيه افقى وذر يبقى ده سؤال يبقى فعلا قولها يبقى عندي ايه asked او wondered او wanted to know طيب هنا طولد لأ said لا لأ لانه كل دول بيجو في جملة لستاتمنت لكن wondered هي الوحيدة اللي بتيجي في السؤال معنى هتساءل نمبر ثري my wife said ايه she really loved her job said ايه said that مدام فيه said هتبقى جملة statement خبرية عادية طهنا ربط بذات نمبر فور اي اي سما وات انا هنا ربطة بايه بوات طيب ودي ايه ودي هنا اداة استفهام فاستخدمتها كاداة ربط يبقى انا عندي سؤال مدام في سؤال يبقى انا هعمل ايه يبقى انا هحط فعلا قولة عندي asked wondered او wanted to know بس انا عندي object ينفع اقول انا بتساءل سما لا او انا اي وانت تونو انا عايز اعرف سما لا لكن انا هقول ايه اي اسكت سما انا بسأل سما يبقى بحط asked لما يبقى في object ما ينفعش wondered wanted to know لكن wondered و wanted to know بيتحطوا لو ما عنديش object لو قلت I wondered وخلاص وقلت السؤال ما جبتش object عندي ما فيش مفعول لكن asked هي الوحيدة اللي بتنفع مع المفعول وطبعا برضو لو ما فيش مفعول عادي حط asked نمبر فايف I didn't ask her نقط في ask يعني سؤال مدام في سؤال يبقى هربط بايه if or wither او اداة استفهيم طيب انا عندي هنا wither بس wither دي اللي هي الطقس مش wither بتاعتنا التانية تانية كتبتها مختلفة وعندي ذات مش تنفع وهنا لاما بقى هربط بwhat لاما هربط بif or wither طيب هنشوف بقى انه تنفع فيهم هنقرأ I didn't ask her she would come shopping with us I forgot doing so طبعا هنا مش هقول what لان what ماء أو مازا فانا مش هقول ماذا هي تأتي shopping معنا يعني تعمل shopping معنا أو تيجي تعمل shopping معنا لكن هقول لو هي كانت تقدر تيجي تعمل shopping معنا أو هل هي هتيجي تعمل shopping معنا ففي الحالة دي ده السؤال اجاب توبيس قرنو فهياخد اداة الاستفهام وط مش هتنفع هنا اصلا number six I'd like to know ايه هلفز اريد ان اعلم يبقى ده سؤال ايه هلفز مدام سؤال يبقى هربط بأداة الاستفهام او if او wither طب هلفز هو يعيش هينفع قول ماذا هو يعيش ولا عن هو يعيش ولا where اين هو يعيش ولا وين متى هو يعيش طبعا الواحدة اللي هتنفع ايه where اين هو يعيش number seven يوسف asked me يوسف اسكد مي يوسف سألني لا سؤال يبقى هربط بأداة الاستفهام او if او wither طيب هنا في أداة الاستفهام بدأ بأداة الاستفهام او if او wither لأ تبقى ما تنفعش ولا دي تنفع ولا دي تنفع يبقى الوحيدة اللي هتنفع ايه weather weather I had weather I had a driving license يبقى هنا هربط بweather طيب هنبص هنا كده مثلا ركاية reported that في ذاته يبقى ده ايه جملة statement عادية طيب two people enter the office two hours before two hours before before أصلا هي المفروض ان هي كانت ago ago بتتحول لbefore فمدام two hours ago يبقى ده past مدام في past simple يبقى هيتحول لإيه يبقى هو متحول لpast perfect يبقى لما لقي متحول كده بجملة statement عادية هبص على كلمة دلع الزمن هشوف الكلمة دلع الزمن دي اللي هي متحولة دي زمن إيه واجيب الزمن أرجع بقى خطوة بالزمن الورى يعني لو زمن present هرقوم جايبة past لو past هجيب past simple طبعا هنا في before فمدام before هي اللي هي كانت ago وأجوب تيجي مع past simple يبقى أنا هختار past ايه perfect لأنه هو متحول فين past perfect اللي هي had plus baby عندي she said that her parents said that يبقى statement ماشي very ill that day that day دي متحولة من ايه today طب إحنا لو إحنا حفظنا بقى الجدول عندي today بتتحول لthat day today ده present اليوم يبقى أنا هنا عندي كلمة الجملة دي كانت present يبقى أنا هحولها لإيه هحولها الباست طيب يبقى here parents ايه where الوحيدة اللي past هنا where محمود asked me asked me ده سؤال ورابط بف i a to the north coast have been ولا went ولا have been ولا will go طبعا هنا المفروض إن أنا مش هينفع يكون عندي present أصلا لإن أنا محول إيه فعلا قولة عندي ماضي يبقى أنا هنا بحول present هيبقى past والpast هيبقى past perfect وهكذا فما ينفعش أصلا يبقى عندي present have been هتتشيل will go هتتشيل شعن نقول في حالة present فهتفضل went وهat been طيب هل ينفع بقى جملة المحمود بيسألني هل أنا أذهب في الوقت الحالي إلى north coast حال ينفعتكم present ولا هو بيسألني هل أنا ذهبت قبل كده لل north coast اللي هو السحل الشمالي فهو مش هيسألني في present إنت للوقت بتروح للسحل الشمالي ولا لا هو هيسألني في past هل إنت روحت قبل كده للسحل الشمالي فأنا هقول له آه روحت قبل كده أو لا يبقى هي أساسا الجملة المفروض كانت past فالمفروض هتتحول past perfect هتبقى هتبن number 24 أمر سيد ذات يبقى دي statement طيب his favorite drink tea طبعا هنا المشروب المفضل هو الشاي فطبعا هنا ده المفروض present فهيبقى past فهتبقى was مش تنفع طبعا has been وال be عشان دول present مش هينفعوا لأن المفروض present تحول لpast مش هتنفع was being أصلا لأنه ما ينفعش أقول مشروبه المفضل دلوقتي حالا هو بيبقى الشاي وبعد شوية لأ ما ينفعش أحطه مضارع ما ينفعش أحطه مضارع مستمر عشان يتحول لماضي مستمر لأن المضارع المستمر بيعبر عن شيء مؤقت بيحصل أثناء الكلام وينتهي خلوص فطبعا ما ده مش مشروب مفضل فده مش شيء مؤقت ولا حاجة ده شيء دائم فهيبقى مضارع بسيط فالمضارع البسيط هنحول الماضي بسيط يبقى present المفروض الجملة كانت present simple هحولها past simple number 25 she said that she go to the club that day that friday that friday معناها ايه معناها this friday this friday the present يبقى present هتحول لإيه past يبقى هنا هنشيل إيه هنشيل doesn't مش تنفع want اللي هي will not مش تنفع وكانت مش تنفع لأن كل دور في حالة present فانا هجيب ايه couldn't هي الوحيدة اللي هتنفع عشان دي الوحيدة اللي best بس خلوص يبقى احنا بنعمل ايه السؤال اسئلة الخاصة بالdirect والindirect بتيجي ازاي انا بشوف ده سؤال ولا statement وبناء عليه بشوف هحلها عندي مثلا هو طالب مني ايه طالب مني فعل قول مثلا طالب مني ايه في الغالب بيبقى طالب الزمن التنس اللي عندي فان بشوف الكلمة تدلع الزمن اللي عندي او الزمن اللي المفروض يبقى عندي في الجملة ايه وبرجع على درجة الورا بي يعني لو الجملة المفروض تبقى present هقوم حطها اختار من الاجابات past لو المفروض الجملة تبقى past simple هاختار من الاجابات past perfect وهكذا وطبعا كل التحولات العادية اللي عندي في ال direct وال indirect لو ما فيهاش السلسناءات اللي احنا قلناها لو في تحويل عادي كلها ما ينفعش تبقى present لازم اختار past او past perfect يعني ما ينفعش حط present لان هي اصلا present بتحول لpast فمدام هي متحولة يبقى present متحول لpast اصلا فمش هينفع اختار present فهاختار past او past perfect او على حسب تمام لكن ما ينفعش اختار present ابدا مدام هو محول بس فالشغل كله في التنس اتمنى انو كنتوا تكونوا فهمتوا الدرس وكونوا سهلتوا عليكم وتكون الاسئلة سهلتوا شوية علينا وما ننساش بقى نشاري الفيديو عشان الكل يستفيد